اسم الدرس وظف التناسب في حساب النسبة المئوية أستحضر أولاً أستبدل بطريقتين مختلفتين كل كتابة كسرية بعد عشري عند الإمكان 31 على 25 18 على 72 49 على 70 15 على 48 5 على 13 الإجابة سنقوم باستبدل هذه الكتابات الكسرية بالاعتماد على القسمة العشرية كأولى الطرق أما في الطريقة الثانية سنحاول إيجاد العدد الكسري العشري ثم قسمة البسط على المقام لنتحصل على العدد العشري كلما أمكن ذلك 31 على 25 الطريقة الأولى 31 على 25 يساوي 1.24 الطريقة الثانية 31 على 25 يساوي 31 في 4 على 25 في 4 يساوي 124 على 100 يساوي 1.24 18 على 72 الطريقة الأولى 18 على 72 يساوي 0.25 الطريقة الثانية 18 على 72 يساوي 18 على 18 على 72 على 18 يساوي 1 في 25 على 4 في 25 يساوي 25 على 100 يساوي 0.25 49 على 70 الطريقة الأولى 49 على 70 يساوي 0.7 الطريقة الثانية 49 على 70 يساوي 49 على 7 على 70 على 7 يساوي 7 على 10 يساوي 0.7 15 على 48 الطريقة الأولى 15 على 48 يساوي 0.3125 الطريقة الثانية 15 على 48 يساوي 15 على 3 على 48 على 3 يساوي 5 في 625 على 16 في 625 يساوي 3125 على 10 يساوي 0.3125 5 على 13 لا يمكن كتابة هذا الكسر في صورة كسر عشري مقامه من مضاعفات عشرة وبالتالي لا يمكن كتابته في صورة عدد عشري أستكشف ثانيا اقتطع 360 مواطنا تذاكرهم لمشاهدة مسرحية وباستجوابهم عند الدخول أفادوا بما يلي 30 في المئة منهم جلبهم موضوع المسرحية 25 في المئة منهم جلبهم إعجابهم ببعض الممثلين 10 في المئة منهم جاءوا في نطاق فوزهم بتذكرة الدخول 35 في المئة منهم جاءوا لتأثيس السهرة وعند خروجهم من المسرح إثر مشاهدة المسرحية صرحوا بما يلي 18 مشاهدا لم تستجب المسرحية لانتظاراتهم 54 مشاهدا لم يبنوا موقفا من المسرحية 72 مشاهدا فاجأتهم المسرحية إيجابيا 216 مشاهدا استجابت المسرحية لانتظاراتهم أحدد عدد المشاهدين حسب انتظاراتهم من المسرحية الإجابة مجموعة المشاهدين 18 مع 54 مع 72 مع 216 يساوي 360 مشاهدا مشاهدا عدد المشاهدين الذين جلبهم موضوع المسرحية عدد المشاهدين الذين جلبهم موضوع المسرحية هو 30% من جموع المشاهدين 360 360 في 30 على 100 يساوي 108 مشاهداً عدد المشاهدين الذين جلبهم إعجابهم ببعض الممثلين عدد المشاهدين الذين جلبهم إعجابهم ببعض الممثلين هو 25% من مجموع المشاهدين 360 في 25 على 100 يساوي 90 مشاهداً عدد المشاهدين الذين جاءوا في نطاق فوزهم بتزكرة الدخول عدد المشاهدين الذين جاءوا في نطاق فوزهم بتزكرة الدخول هو 10% من مجموع المشاهدين 360 في 10 على 100 يساوي 36 مشاهداً عدد المشاهدين الذين جاءوا لتأثيث السهرة عدد المشاهدين الذين جاءوا لتأثيث السهرة هو 35% من مجموع المشاهدين 360 في 35 على 100 يساوي 126 مشاهداً أحدد النسبة المئوية للمشاهدين حسب موقفهم من المسرحية بعد حضورهم بالنسبة إلى العدد الجملي للمشاهدين الإجابة النسبة المئوية للمشاهدين الذين لم تستجب المسرحية لانتظاراتهم نضرب عدد المشاهدين الذين لم تستجب المسرحية لانتظاراتهم في 100 ونقسمه على مجموع المشاهدين 18 في 100 على 360 يساوي 5% النسبة المئوية للمشاهدين الذين لم يبنوا موقفاً من المسرحية نضرب عدد المشاهدين الذين لم يبنوا موقفاً من المسرحية في 100 ونقسمه على مجموع المشاهدين 54 في 100 على 360 يساوي 15% النسبة المئوية للمشاهدين الذين فاجأتهم المسرحية إيجابياً نضرب عدد المشاهدين الذين فاجأتهم المسرحية إيجابياً في 100 ونقسمه على مجموع المشاهدين 72 في 100 على 360 يساوي 20% النسبة المئوية للمشاهدين الذين استجابت المسرحية لانتظاراتهم نضرب عدد المشاهدين الذين استجابت المسرحية لانتظاراتهم في 100 ونقسمه على مجموع المشاهدين 216 في 100 على 360 يساوي 60% التدرب ثالثاً أحسب النسبة المئوية التالية 2% من 2400 100 في المئة من 17 105 في المئة من 820 1.5 في المئة من 24 41 في المئة من 1 113 في المئة من 100 الإجابة نضرب في كل مرة النسبة المئوية في المجموع الأصلي ونقسمها على 100 2 في المئة من 2400 2400 في 2 على 100 يساوي 48 100 في المئة من 17 17 في 100 على 100 يساوي 17 105 في المئة من 820 820 في 105 على 100 يساوي 861 1.5 في المئة من 24 24 في 1.5 على 100 يساوي 0.36 41 في المئة من 1 1 في 41 على 100 يساوي 0.41 113 في المئة من 100 100 في 113 على 100 يساوي 113 113 في الساويقين 123 في المئة من 1 إن وانناك تحصل في ح ajuda الم案انين مجحوظون الأمر بق TON